بسم الله الرحمن الرحيم وقلوب الأكاسرة فهزم الله عز وجل به الباطل ونصر الله عز وجل به الإسلام بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون خالد بن الوليد رضي الله عنه لم ينهزم في معركة قط ومع ذلك لم يهزم النبي صلى الله عليه وسلم فلقد دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه خمسين معركة من هزم في أي معركة قط ولم ينتصر على النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على خالد بن الوليد رضي الله عنه لن تسمع في تاريخ الأمم أن رجل دخل خمسين معركة أو يزيد لم ينهزم قط لن تسمع في أي كتب من كتب التاريخ أن رجل دخل خمسين معركة ولم ينهزم قط مش موجودة في التاريخ خالص إلا عند خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هيا بنا مع قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه المخزمي من بني مخزوم خالد بن الوليد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه بخمسة وعشرين سنة وكان رضي الله عنه رجل طوال يعني رجل طويل تقريبا طوله كده يبلغ الاتنين متر فأكثر كان خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما ينتطي الحصان يعني يركب الحصان كانت رجل خالد بن الوليد رضي الله عنه بتنزل عن بطن الحصان يعني أي واحد بيركب مننا الحصان بتبقى رجليه في منتصف البطن أو شيء كده أما خالد بن الوليد رضي الله عنه فكانت رجله بتنزل تحت بطن الحصان شوية فكان رجل طويل جداً وعريض ومع ذلك ما كانش سمين كان نحيف رضي الله عنه وأرضاه عندما كان صغيراً رضي الله عنه وأرضاه ما كانت من أمه إلا أنها ذهبت به في الصحراء البعيدة لتربيه عند إحدى صديقاتها يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صغير أيضاً أمه ذهبت به إلى بني ساعدة برضو الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد قال لزوجته إن هي تودي المكان البعيد في الصحراء في قبيلة ما ليتعلم الفصاحة ويتربى في الصحراء فكانت هذه البيئة شيء أساسي في تكوين شخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه فلما كبر كان خالد بن الوليد رضي الله عنه فصيحاً جداً فيركبوا الجمال لغاية لما يروحوا المسافة الطويلة دي ويحربوا وتبقى الحصنة وراه أما لو في مكان قريب هما هيحربوا فيه فالحصان ممكن يروح مثلاً مسافة مثلاً 150 كيلو أو ما شابه هزالي فكان خالد بن الوليد رضي الله عنه يستطيع إن هو يركب الحصان والجمال بل إن خالد بن الوليد رضي الله عنه يستطيع إن هو يحارب بسفين يحارب بسفين إزاي؟ طب ويمسك الحصان إزاي؟ مش لازم الحصان ده حد يسوقه كده؟ لا ده هو خالد بن الوليد رضي الله عنه يستطيع إن هو يقاتل بسفين بإيدل اتنين ويقود الحصان برجليه يعني مجرد هزالي معينة في بطن الحصان الحصان يفهم إن هو يتحرك يمين أو الشمال أو يرجع وراء أو يطلع رجليه قدام شيء عظيم جداً وخبرة عالية جداً عند خالد بن الوليد رضي الله عنه مين من الصحابة كان يستطيع إن هو يعمل كده؟ الزبير بن العوام رضي الله عنه فكان اتنين من الصحابة يستطيع إن هم يقود الحصان بدهم هم يمسكوا اللجام خالد بن الوليد رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنهما لما تربى خالد بن الوليد رضي الله عنه في الصحراء البعيدة ليتعلم الفصاحة واللغة العربية وتعلم الفروسية أصيب بالجدري الجدري ده شيء زي الحبوب كده بتطلع في الجسم ففي حبوب طلعت في وجه خالد بن الوليد رضي الله عنه فالحبوب دي أثرت فيه لما كبرة فكان فيه بعض النطوئات في وجهه بسيطة جداً ولكنه كان رضي الله عنه وسيماً فلم تؤثر هذه الأشياء في وجه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان لخالد بن الوليد رضي الله عنه 13 أخ منهم اثنين بنات طبعاً المشهورين في كتب التاريخ خالد بن الوليد رضي الله عنه والوليد بن الوليد بن المغيرة وعمارة وهشام دول المشهورين في كتب التاريخ وكان لهم شأن كبير في الإسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه كان أقوى إخواني فالوليد بن الوليد كان مرفهاً ولم يكن له عزم كخالد بن الوليد رضي الله عنه فخالد ابن الوليد رضي الله عنه هو أعظم واحد في عيلة الوليد ابن المغيرة هو القوي وهو اللي يستطيع أنه يحارب يعني أعلى واحد فيهم أعلى واحد في العيلة خالد ابن الوليد أما الوليد ابن الوليد ابن المغيرة فلم يكن له عزم كخالد ابن الوليد رضي الله عنه لذلك لما ذهب الوليد ابن المغيرة في غزوة بدر أسر فخالد ابن الوليد رضي الله عنه قال يعني كان يوم أيدينا على الشرك ألا أنا عارف أن الوليد يعني ليس له عزم وكنت أظن أنه هو حيتأتل أو يتأثر وفعلا هو تأثر وبعد كده خالد ابن الوليد رضي الله عنه أفداه بمال كثير جدا أما والد خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه فهو الوليد ابن المغيرة فكان يلقب بالوحيد وحيد في ماله يعني له مال فريد وله فصاحة فريدة وله قيادة فريدة وله سمت فريد هذا هو الوليد ابن المغيرة مش هنقول بقى رضي الله عنه لأنه مات على الشرك فكان الوليد بن المغيرة يلقب بالوحيد كان عنده مالا ممدودة كما وصفه الله عز وجل مال كتير جدا وكان له أرض زراعية من مكة إلى الطائف خالما واحد كده بيسافر من مكة يروح المدينة أو يروح الطائف الطائف دي بعيدة برضو يعني تقعد لك مثلا ساعتين ولا ثلاث ساعات عشان تروح الطائف فكان الوليد بن المغيرة كان له بستان تلوى بستان تلوى بستان حتى يصل إلى الطائف فكان خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما يذهب إلى الطائف لا يحتاج إلى طعام لماذا؟ لأنه سيمر على ملك أبيه فالله عز وجل وصف الوليد بن المغيرة في سورة المدثر وبنين شهودة ومهدت له تمهيدة وله مالا ممدودة كل ذلك كان يتحدث الله عز وجل عن الوليد بن المغيرة ومع ذلك مات على الشرك وكانت القيادة في قريش لبني هاشم وبني مخزوم وبني عبد الدار فكان خالد بن الوليد رضي الله عنه من بني مخزوم فما قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه مع أبيه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنعرفه في الحلقات المقبلة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله